المصائب لا تأتي فرادة والفضائح أيضا لا تأتي فرادة وما أكثر الفضائح لدى نظام عبدالفتاح السيسي ده كان العنوان العريض يا أخي والله حاجة غريبة جدا تبقى قاعد في حالك بعد ما بتخلص البرنامج وبتروح بيتكو وبعدين بتعمل السرش الأخير كده قبل ما تدخل تنام بالليل وخلاص الساعة دخل على وحدة بالليل وحدة الصبح يعني بعد منتصف الليل في مصر فرق توقيت بالمصر ولندن فبتبص بصة أخيرة كده فتكتشف أنه فيه سفينة مصرية متجهة لإسرائيل فتبدأ تدور فتبدأ تلاقي بعض الأخبار هنا وهناك فتروح على مواقع تتبع السفن فتكتشف فعلا أنه فيه سفينة مصرية بتحمل العلم المصري تحركت من برسعيد مبارح الساعة 2 الظهر تقريبا وهتوصل ميناء أسدود في الأراضي المحتلة فتبدأ تدور عن الموضوع فتكتشف فضائح كثيرة بعدها بساعة بالمناسبة حصل مؤتمر الصحفي بتاع بايدن يعني أنا اتكلمت عن القصة دي مبارح بالليل وناس كتيرة اتكلمت مش أنا بس ناس كتيرة جدا اتكلمت وفي ناس سبقتنا أصلا بالنشر كمان والكلام مش دي القضية لكن بدأت الناس تتكلم على موضوع السفينة ده بعدها بساعة بايدن طلع قلب الدنيا طبعا لما قال الرئيس المكسيكي ومعبر رفح لكن الموضوع ده مهم ان احنا نسلط الضوء عليه تعالوا نشوف ايه حكاية السفينة بان جي جي اللي وصلت ميناء أسدود مبارح بالليل السفينة دي سفينة مصرية اتحركت من ميناء برسعيد لميناء أسدود مبارح سفينة كبيرة جدا بتحمل حويات وكنتينرز بتحمل جواها ايه مواد غذائية اكل شرب بضايع الحيا مش عارفين مفيش اي معلومة عن حمولة السفينة لكن ايه المكان اللي رصد فيه السفينة في ميناء أسدود وفقا لمواقع تتبع السفن ده المكان اللي رصد فيه السفينة المصرية في ميناء أسدود ايه اللي نعرفه عن السفينة دي تعالوا مع بعض نقدم لحضراتكو السفينة المصرية بان جي جي التي انشأت عام 2002 وبتبحر تحت العلم المصري وزن السفينة الحالي 12450 طن ووزن السفينة الإجمالي 12450 طن اذا هذه السفينة بان جي جي سفينة مصرية بتحمل 12450 طن تخيل معايا ان احنا دخلنا كل المساعدات اللي دخلناها لغزة في الكم شهر اللي فاتوا وفقا لنعقة الديهي من عشر ايام كان 37000 طن مصر دخلت 37000 طن السفينة دي بس راحت من مصر الاسرائيل وهي عليها 12450 طن تقريبا التلت او الربع يعني ربع الكمية اللي رايحة لدخلناها كلها لغزة في طلعة واحدة من سفينة واحدة عملت الكلام ده نكمل نشوف مجموعة من المعلومات الاخرى عن هذه السفينة السفينة بتتسع لـ 1155 حاوية ميناء اسدود هو ثاني اكثر وجهة للسفينة خلال عام 2023 متعودة انها تروح هناك السفينة وصلت لميناء اسدود 26 مرة خلال عام 2023 الشركة اللي تم انشاءها عام 1978 وتم تسجيل السفينة في مصر الشركة دي عنوانها وفقا لمواقع تتبع السفن من 24 اغسطس 2020 موجودة في مساكن الشيرتون في بورج مارين الشركة بتعود ملكية السفينة دي لمجموعة بام مارين المصرية للشحك وهي مجموعة مصرية متنوعة مستقلة بتعمل في مجال او في السوق المصري لعقود ورئيس مجلس ادارتها هو هريدي الشاذلي ونائبه هو مروان الشاذلي يبا دي المعلومات اللي نعرفها عن السفينة الغريبة اللي راحت لإسرائيل تعالوا نشوف مع بعض خط سير هذه السفينة بان جي جي من بورسعيد الى اسدود امبارح تحركت من ميناء بورسعيد المصري ووصلت الى ميناء اسدود تقريبا الساعة 11 بالليل او واحدة ونص بالليل 11 بالليل بتوقيت لندن واحدة بالليل تقريبا بتوقيت القاهرة لكن في الايام الاخيرة او في الاسبوعين الاخيرة في رحلات مستمرة ما بين هذه السفينة بان جي جي وما بين اسرائيل ما بين بورسعيد وما بين اسرائيل تعالوا نشوف مع بعض كده ونبدأ من هناك من 24 يناير 2024 هذه السفينة بان جي جي كانت في ميناء بومياط تحركت 26 يناير وصلت لحيفا من ميناء بومياط فكمان مش بتروح اسدود بس بعدين 28 يناير وصلت ميناء اسدود الاسرائيلي يبقى من دومياط في مصر لحيفا لاسدود في اسرائيل 29 يناير رجعت لدمياط مرة اخرى في الاراضي المصرية بعدين 31 يناير وصلت لميناء بورسعيد 2 فبراير كانت في ميناء اسدود الاسرائيلي يبقى في اقل من 10 ايام كانت بتروحوا تيجي ما بين مصر واسرائيل اكتر من مرة 5 فبراير كانت في بورسعيد 8 فبراير في اسدود وستعود مرة اخرى او 7 فبراير كانت في بورسعيد 8 فبراير وصلت لاسدود دي كانت مفروض تبقى مكان دي فده خط سير هذه السفينة الغريبة اللي احنا بنسأل هي يا جماعة السفينة دي بتشيل ايه من مصر الاسرائيل هل مصر بتمد اسرائيل بمساعدات غذائية ده الاكتر من كده ان في رحلات مجدولة لسه تعالوا نشوف كده الرحلات المجدولة 12 و 13 فبراير ما بين اسدود و بورسعيد من 19 ل 21 فبراير ما بين بورسعيد واسدود هتروح وترجع من 29 فبراير ل 3 مارس ما بين بورسعيد واسدود ايضا يبقى هنا احنا بنتكلم على سفينة مصرية بتتحرك بشكل دائم ودوري حمولتها اكتر من 12 الف طن بتحمل ايه احنا مش عارفين لكن بتحمل مواد غذائية بضائع ايه بالزبط الكلام ده بيوصل لمين بيوصل لاسرائيل للمستوطنات بيوصل للضفة اكيد مش رايح غزة يعني في الوقت اللي انت كمصر مش قادر تدخل ازازة مية واحدة على مدار اربع شهور في الوقت اللي سيء الذكر بيتهم اكتر من مرة من اسرائيل وامريكا ومنظمات حقوقية انه هو اللي قافل المعبر في الوقت اللي الولاد الفلسطينيين بيروحوا عالصور يقول لك يا عمو بدي بسكوتة في الوقت ده مصر بتحرك سفينة من موانئ دميات وبرسعيد لحيفا واسدود اكتر من خمس او ست مرات فاشارية